السلام عليكم وصل اليوم عبارة على العجين الموراق لابات فيتي بالنسبة المقاطر اللي غادي نحتاجوا وهو كيلو ديال الدقيق نسكاز ديال زيت معلقة كبيرة ديال سانيدة معلقة كبيرة ديال الخل معلقة كبيرة ديال ملحة الزبدة غادي نعجنو غادي نخلطو المكونات كاملة إلا الزبدة بالنسبة لهاد لابات يعني تقدرو تخدمو بها لشوصة بيزا لطاقة المالحين وتقدرو تخدموها وتديروها في الفريقو فكالطول مدة تقدرو تبقى عندكم 20 يوم 30 يوم في الفريقو لا تحتاج الخل كي يحافظ لك على القوام ديال لابات غادي نعجنو هاد المكونات كاملة غادي نخلطوها غير بالماء بارد لابات ما كتحتاج نعجنوها غير غادي نجمعوهم فقط نجمع المكونات بالماء البارد نجمعنا العجينة ديالنا غادي نصرحوها مدين فوق من البلون دو تخافاي ما تنسوش ترشو شوية ديال فورس باش غاكا متلصقش لكم وانا الزبدة حكيتها وغادي نصرحها فوق من العجينة ديالي الزبدة من الاحسن تحكوها باش جيكم سهلة في الخدمة منين غادي نصرحها غادي نطوي للعجينة ديالي او للابات وغادي نصرحها المدلات مزيان باش هديك الزبدة تصرح في لابات وغادي نصرح لابات وغادي نطويوها على 4 وغادي نخليوها ترتاح 11 ديال بطقائق في تلاجة خرجتها من تلاجة وغادي نعود نصرح لحجينة مدين او للابات وغادي نطويها على 3 وغادي نرجعها للتلاجة ترتاح لمدة 10 ديال دقائق 5 ديال دقائق خرجتها عادي من تلاجة وغادي نصرحها وغادي نطويها على جوج او لا على 3 وغادي نطويها على 3 وغادي نقطعها ونديرها في البلاستيك الغذائي ونديرها في تلاجة وغادي ان شاء الله نطلقها وغادي نخدمو بها لشوصة هذا هو الشيك النهائي لعجينة كدجي طبقة على طبقة وغادي نطلقها ان شاء الله باش نخدمو بهم لشوصة شكرا اشتركوا في القناة